السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا المبتل المباشر الليلي للحديث عن المدرب الجديد لنهتة بركان أو المدرب المستقبلي حيث لا يزال وقعت له نهتة بركان أوفيسيال ولكن غالب الظن يتوقع له نهتة بركان نظراً السيفي دياله الكاريزما دياله التاريخ دياله المدرب اللي يدرب باريسان جيرما واتلاتيكو بيلباو اسبانيو البارسلون غينيا العراق قد يصير كويتي جوج فرقي في الكيان الصهيوني لا يستطرف اي فارق هذا المدرب عالمي نهتة بركان تسوق به الاماركت ديالها بغت تسوق به اسمية ديالها مدرب حقا يخلع كاريزما دياله معروفة مع المنتخب الفرنسي في الوسط الميدا انتفاعي نحن نحاول في هذا الفقران نضروع للشق التقني دير هذا المدرب معروف على هذا المدرب انه فرقي اللي يمشي لها يحاول يلعب الكورات القصيرة ما معناه يلعب الكورات القصيرة يعني تيكي تاكا يعني النقص يكون لعبين مهاريين ولاعبين اللي يشتو الكورة في الرجل و يلعبوها نوع من التقنية و نوع من المهارة الفردية هذا البروفيل لدينا هذا المدرب قليل لدينا العشير لدينا زيت كاروش و طبيعة الحال لدينا اجرطن هذا هو ما اللي عندنا في طبيعة الحال المدرب الان غري يكون امامه مشكلة حيث لاعبين مهاريين باش يطبق هذه الخطة ديال الكورات القصيرة وبالتالي انه غري يضطر بما يحتمد على الكورات الطويلة و يستغل طول دير بعض اللاعبين اذا المدرب شنو هي الخطة اللي قدر يعتمدها تقتيكيا في فريق نهاتة بركان بالنظر البروفيل نهاتة بركان اللاعبين اللي كيتواجدو و طبيعة الحال انتوما كتعرفوا ان القانون دير الكورات القادم كيقول ان اللاعبين هم يتاقلموا مع خطات و تاكتيك المدرب ماشي المدرب اللي يتاقلم مع الخطات دياله اذا المدرب شنو خاصه خاصه يتفرج الفريق نهاتة بركان و خاصه يتفرج مجموعة من المباراة باش يقدر يرسم واحد نمط تاكتيكي اللي يقدر يلعب فيه في نهاتة بركان معروف على المدرب انه كيلعب و كيلعب ما يكونش عنده والسبعة خفاف كيلعب بدفاع متأخر مين كيكون عنده كيلعب بدفاع متقدم اذا هذا المدرب بخفيل ديال بعض اللاعبين هو اللي غالي يلقى معهم مشكلة وبالتالي غالي يقول نهاتة بركان يودي انا راني ما عنديش اللاعبين اللي يقدر اللاعب بهم تاكتيك معين وبالتالي انه خاد اللاعب مهاري انا ما بغيتوش يكون مهاري انا بغيتو يكون سريع خاصة السبعة والأنز بالتالي انهاتة بركانة غالي تطر ان توقع مع هاتة المدرب حتى الميركاتو شتوي ربما عادي يجيب اللاعبين اللي يخفين اللي يبغوا هو او يخليوا المدرب النتائج لمستقبل وهذا سيف ريهان دو حدين وسيف دو حدين وبالتالي المدرب يعني بالناحية تقنية ربما غالي يلقى المشاكل في تشكيلة ديالنا هاتة بركانة لانها تشكيلة ما فيهاش المهارة وما فيهاش يعني المسائل التقنية فيها القوة البدنية وفيها الجري وفيها الكورات الطويلة كليل فيه الياس وفين تتلعب عن هاتة بركانة الكورات القاسية؟ عن طريق الكاس من اللي participate مع المشته الهدف الشهير اللي فيه تاكنوت في المناحية، اللي في concepts يعني هدا هنمودي جهلك كورات القاسية اللي اللي كان الب hostel كليل ذي اللي عبها فريق البداح المدرم يتلفح 올 لحيد قراني يدفر versions ويخرج الهجوم عرسان ويخرج المهاجم عريس طبيعة الحال المدرمين يتفرج المباراة دي النهاتي سيبركان او يحضر حساس تدريبية يقول لهم هذا الجوار ما يصلح ليش وخاء انه جوار يكون طيارة يقول لهم لا انا بغيتوش طيارة انا بغيتو غيف هاد الخدمة لان هاد الطيارة كي يشبه الاسلوب دي اللاعب دياله لهاد اللاعب هذا وبالتالي الاسلوب ديال اللاعب ديالنهاتي سيبركان جموعة من اللاعبين كيتشابهوا في النمط وفي الاسلوب ها هو اجراتن كي يشبه للعشير كاروش كي يشبه للكاس الناجي وويدار كي يشبه للكركاش النمساوي كي يشبه لدريسي ونسلي عزيز هادستيتنا ربما العشيري ربما يشبه له يشبه له بالنسبة لهجوم عندنا قاراي وعندنا زغودي وعندنا كادو وعندنا المهاجم الموريطاني ادامابا اذا انا نتراوري كادريك في الاجنحة يشبه للاعب ديالعشير ويشبه للإجراتن اذا مجموعة دي بروفيل كيتشابهوا كل شي هادو فاش كيتشابهوا ما عندهمش المهارة واللاعب الفردي اللاعب الفردي قليل عندنا فردتنا كيتميز به قليلا جدا العشير وزيد كاروش وكذلك العشير وزيد كاروش وربما شوية إجراتن وشوية عبدالله اما غير هاد النسبة كينش يعني كي غير يدير المدرب باش يبقوا يلعبوا الكورات القاسيرة في وسط نبيدة مشكلة مين تكون المحدودية محدودية المهارات الفردية غير يضطر ان المدرب يلعب الكورات الطاويلة كي ما كانت لعب بركان والضاربات التابعة ده المشكل كبير بنسبة يعني اي مدرب غير يجي الفارق لا بد من دراسة ولا بد انه يتفرج له ولا بد انه يعني يشوف مجموعة من الحوايج باش يقدر يرسم واحد الرسم تاكتيكي اي مدرب في العالم باش يمشي الواحد الفارق ارهم ما يقدرش يكون عنده رسم تاكتيكي ويطبقه لا بناءا يعني على مجموعة من المعطيات كي يدير واحد الرسم تاكتيكي كي يدير بلون ا اللي يقدر يلبه ويربح به كي يدير بلون بي في حالة الكواليد تعادول او خسراء او بغيش جل وكي يدير بلون سي اللي غير امي احتياتي واغلب المدربين في العالم عندهم بلون ا و بلون بي اغلب المدربين في العالم يعني لانه تاكتيكي يعني المدرب كي يكون مؤمن بيه عنده فلسافته تاكتيكي خسو يطبقها خسو يلعب بيها سيد ما يرجعوني اعمروا لعب من غير بلون ا 4 4 2 بلون بي 4 تروة تروة ما اعمروا لعب بغيش بلون سيف خنيفرا جابها فراسه خرج الميليو لعب ليزال ما شابه يصنع جابها فراسه دان هذه المسألة خسنا نتبه لها جيدا عندنا مجموعة من لعبين اللي بروفيل ديالهم كيتشابهوا كيتشابهوا بزاف اذا المدربين في العالم كيتمنوا انهم يكون عندهم كيتمنوا انهم يكون عندهم الدفاع قلب الدفاع يكون عندهم يكون عندهم يعني يلعب بالرجلين يعني والطروة او الكات يلعب بالرجلين علاش لانما يكون عندك يعني الدفاع يلعب بجوج رجلين طبيعة الحال الكورة يأتيها كما ينبغي كما ينبغي الوسط الميدال اللي هو يأتيها الهجوم طبيعة الحال كان نحضر السرعة السبعة والانز لانها مهمة في حالة المرتدات ومهمة كذلك في حالة الدفاع المتقدم اذا في البلوك با والبلوك ميديون يعني السبعة والانز مطلب منهم السرعة اذا السيد المدري امامه ميحق حقيقي خاصه يتفرج من هدا تبركان يتفرج الفيديو خاصة المباريات الاخيرة خاصه كذلك يتفرج المباراة ديال هدا تبركان في غانا ويشوف بعض البروفيل اللي يقدري اللي يخدم في التاكتك تيلو الجديد راها لويس فانديز راها اسم يخلع ونحن نحاول نسوق المنتوجة من هدا تبركان والاماق ديرن هدا تبركان مع هد المدري الفرقة المنافسة تسمع لويس فانديز كتخاف الجمهور يسمع لويس فانديز كي يحضر الاعلام كي يحضر اذا نحن اليوم كانت تحددوها الاحتراف الحقيقة والصورة ديرن هدا تبركان المتكاملة انا امول من الادارة انه ما زال ما توقعش مع لويس فانديز حتى يتفرج الفريق ديرن هدا تبركان ثمانية سبعات المرهة طبيعة الحنطرق الفيديو ويقدر يتفرج لنا كذلك في غانا باش يرسم التصور النهائي لاننا راها صعيب عليه ربما ما المحدودية التقنية لبعض اللاعبين نقربها انه يلعب بالتيكي طاقة اللاي مولف كي يلعب بها في الكورات القصيرة صعيب عليه لاني الناجي لا يمكن ش يلعب الكورات القصيرة مع الكاس الكاس يقدر يلعب الكورات القصيرة بس هنناجي ويدار وكركاش لا يمكنها اذا النمساوي عزز لا يمكنه مقدم ضاياو الرجل الزاقية لا يمكنه وهيللي لا يمكنه الكورات الربية من اتفق الكورات القاسينا لم يليعبوها في مدة طويلة كذلك يجب عليك بإقليامه مع الكورات القاسينا والسيد المدريب يغير لعب الكورات الطويلة و يغير نهج التاكتكي يديره يمكنه أن يغير نهج التاكتكي و يجب عليها المشكلة سرعة السبعة والانث ويتلقى المشكلة مع المرتدات ويتلقى المشكلة مع الهجمة للخصم في الحالة التي نكون في دفاع كيف سنقوم بعمل ومشكل كبير مع المحدودية التقنية دير بعض اللاعبين والمهارات الفردية اذا انا قلت هذا الهضراء يعني انا بحيث في الانترنت شاورت مع الناس ومع المحدودية التقنية الناس يعني استاشرت معهم يعني مشاوف من التوجه ديالي في الكلام ديالي يعني هاد الشي مشي قلتوا انا عبدالربيه من تلقاء نفسي تشاورت مع الناس اللي يفهموا في الكورة وابناء المدارس الاوروبية البراكنا اللي في اوروبا ديبلوم اليو فا او اليو فا بي و لا نايز فيديو وشي حاجة عالمية مشي يعني هاد الكلام كي يجيها كدام من فارغ بل كي يجي على واحد الاسس ديال علمية وبناء على متابعة ميدانية الفرق نهادة تبركة عبدالربيه احاول اجداد في الجانب التقني لانه كنلقى فيه راحتي وكنلقى فيه انه فعلا يستحق البحث ويستحق العناء فيه ما نهضر على موضوع انا عزف الجاماهير الشي لاعيب وسهل الموضوع باش نهضر فيه اما باش نهضر في المسائل التقنيه راح الصعيب ونحطيكم ياقين انه اي اي واحد دار شي فيديو كي يهضر على مسائل التقنيه دير شي مدريب ما زال ما بداش غالي يعتبر ذاك الشخص هاوي يعني انا هاوي ولكن انا كنقول لكم ان الاحتمالات اللي يقدر يلعب بها بناء على قاعدة واحدة انه خاص يتفرج الفارق نهادة تبركة سبعات منية ديال المباراة يتفرج المباراة الاخيرة اللي غالي عبو فغانا باش يعطينا التصور دياله الطاكتيكي طبيعا غالي يعطيه الادارة وغالي يعطيه النفس اولا وغالي يشوف هالك التصور واش يقدري يجيب به نتائج ولا دي بخوفيل اللي ما مقبولين شو يقولها الادارة ويقول ما نوقع معكم بالصحف المير كاتو اللي هي عاد حاسبوني عن النتائج طبيعا لحالنا هذا التبركة كانت اضطر توقع معنا لانه هو لوجيك كي يقول صح ما راشي يجبت شي حاجة مفارا المهم اليوم هضرنا عشق التقنيه ديال المدريب والطاكتيكو داكشي من بعد ان شاء الله نقدرون في داكشي ديال الصرامة ديال المدريب لحيط انه صاريم كان يلعب وسط ميدان دفاعي كي يعتمد على الليجون هالش هضرنا على الليجون السرعة السرعة والصغر والثقة واللياقة والقوة وكذلك ان المدريب يعني في الفرق اللي كان يدربها عنده احواج اللي خلده منه التاريخ طبيعا الحاله هو ميقترش على التدريب سيطان فورماتور مكون وكذلك محلل رياضي مجموع من القناوات اذا التحليل اللي متمكن من التحليل الرياضي اراه اوتوماتيكو متمكن من التحليل التقني اذا المدريب سيطان تاكتيسين تاكتيكي وخاصه مساعد ديالو يكون لماام نيفو يكون عالي اذا في هذه الحالة السرعة سيطان تقسم للاقيه لانه ربما غريش يقدر يساير ويواكب ويطبق ذلك الشي اللي في رأس المدريب شي حاجه اكاديمي هو نيفو نتمنى ونهضات بركان ان شاء الله يفوز بغانا ونتمنى وكذلك التوفيق ونتمنى ولملعبين يبدلوا المجهود يبدلوا المجهود واللي يلعب هو اللي يستحق واللي يجداهد في التدريب النقابات الحادث عن النقابات هذا موضوع جانبي لانه المدريب ما غريش ربما ما غري امن بهذه النقابات اللي يفرجلو غري يدخلو النقابات الدرعلي القوالب الدرعلي النقابة هذي ما غريش تابقون معه سيغطة والإدارة راه مع السيد المدريب ما غريش تكون مع اللعب وراك مشتو مع بن حاليب وشنو بغير يدير مع قاريدو وقاريدو ما لعبوش افي اذا مدريب كبير الإدارة تبارك الله عليها اختيار صائب ما زال ما وقعوش معه ولكن الاختيارة في المجال دياله كي لجنة تقنية مكلفة بهذا الشيطة التقنية وهي تحمل مسئوليته في حالة النجاح وهي تحمل مسئوليته في حالة الإخفاق السيد الرئيس حاكم بن عبدالله الله يوفقه وراه رادير التوازنات دير واحدة لجنة تقنية مكلفة بمدريب الدور ديال الكومونيكاسيو راديره بتواصل مع المدريب ومع مجموعة لسيفي اللي يوصلوا كيتواصل مع الإعلام كي يقول عليه أنه عنده مشروع والمدريب اللي يقدر ويآمن ويشوفوه قادر يطبق هذا المشروع مرحبا بي كما قال السيد الرئيس بغض الناظر على الجنسية بغض الناظر عن الدين عن اللغة عن أي حاجة الرياضة ولا شيء غير الرياضة نتمنى هنا تتبرك عن التوفيق وإن شاء الله معاعدنا مع الله في الغد في موضوع جديد إن شاء الله ومتمنى أن تشيروا البطائق ستوفرها 250 درهم المدرج الشمالي 150 درهم المدرجة المكشوفة و1000 درهم بالنسبة لمنصة المغطط أو بي شريوا بطاقات الاشتراك لكي تشجعون هذا البركان وتفرجوا في كونفيدرالية وفي البطالة يعني عروض رمزية صراحة ومتمنى التوفيق من هذا البركان والجاميع وأي واحد عنده انتقاد على عبد الربي محمد الميموني خلي في تعليق أنا كنحاول نجدهد إن أخطأت عندي حسنة إن أصبت عندي حسنتين مهم الاجدهاد باش نوصلوا شي حاجة عالية وكانتعلموا من الأخطاء وكانستافدوا وكانتتاصلوا بالناس اللي كيف فهموا حاول يفهمونا حاول يدعمونا حاول يعدلونا شي حواج هذا الشيء اللي نقول أنا ماشي ديالي 100% وإنما أنا كنحاول نجدهد ونحاول نبحث والمعرفة لا يحتكروها أحد وكين جوجل وكين يوتيوب وطبارك الله الإنسان خصوغي بحث إلى اللقاء وإلى لايف الغد إن شاء الله السلام عليكم شكرا